السلام ورحبا بكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير ومع نقصكم خير اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة ستكون حلقة مهمة جدا وسنفتتحها بالسؤال الذي يطرحه العديد من المغاربة مؤخرا أين هو اللقاح في نوع هذا اللقاح الذي أزيد من أربعة أشهر والإعلام المغربي بالتلفازة دياله بالجرائد دياله للمرئية للمقرؤة تقولنا بالليل المغرب سيكون أول دولة عربية ستستفيد من اللقاح الشعب المغربي غدي يكون أول شعب غدي ياخذ اللقاح الصيني وغدي يستفيد إلى آخره والحد الآن بقي مش في نواله مغرب سارع إلى توقيع اتفاقيات من أجل توفير لقاح لفريس كورونا لفائدات المغاربة واش كنتوا تتبعوا الوهم للمغاربة شي واحد يخرج يفسر لنا ما هو أعلى شنو شنو طرف هاد اللقاح الصيني علاش المغاربة ما اخديناش اللقاح الصيني شنو دارت الحكومة شنو دار المسؤولين مع هاد اللقاح الصيني والأخطر من هاد شي في 24 شهر 12 في 2020 خرجت الحكومة بوحد البالغ اللي كتقول باللي الحكومة أجرت صفقة بأنها تتخذ 65 مليون جرعة من اللقاح الصيني 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف المغرب تم اقتناؤهم واش هاد صفقة دارتها واش خلصت هاد 65 مليون جرعة واش مخداوهاش اشنو قاعد شي واحد يخريجي يفسر لنا كيني بزاب دي الأكاديب اللي تنشروا على وسائل الإعلام الرسمية المغربية في حق المغاربة واش المغاربة ما عندهمش الحق أننا نشرحوا لهم واش شريش اللقاح واش ما شريش اللقاح والأخطر والأخطر من هاد شي خرج بالاغ مع العاهل المغربي الملك محمد السادس وامر باللي على المغاربة غد يكون عندهم مجانية التلقيح أمر الملك محمد السادس بأن يكون متاحا ومجانيا للجميع وكينين بعد الجرائد اللي تماداوه في الوهم ديالهم ولا الكذب ديالهم ولا معرفت شنو غنسميهاتش كيقولوا باللي وصول الجرعة الأولى من اللي قاحل الصيني وصلت في آمان هاشنو هادش المغرب واستغرب من أن المغربة ما كيسولوش على هادش الاعلام المغربي ما تيشرحش هادش كيفاش حالة دي وش كتو كتشتبوا على لنا ولا كتوهمونا ولا Dashnue واقع في التلقيح دابا اخرج العتمانSam اللي سولوه في البرنامج بدأ ما ر stewardsو ووش ك Kampf على الحالة ولا كun على المغاربة كيدحك على الناس اللي كywولو روقين انفهمون والو. مو يمخرج العثماني تيقول بللي راح ناكين الفلوس واجدي الفلوس الى اخره وما زال غادي جي وغادي تصدق بللي المغرب اخر دولة غا تسافد من اللقاح وخاصنا نتسنه وباللي كين اه كين بزاف دي الناس بغي اللقاح وحنا خاصنا نتسنه. علاش الدولة المغربية ولا الحكومة المغربية علاش فاش كنتو تتفاوضوا مع اه كتتفاوضوا مع اللقاح صيني ولا الدولة الصينية باش انكم تشريوا ذاك اللقاح ديالهم علاش ما تفاوتوش مع دول اخرى وخذيتو اه اه السفقات ولا حاولتو انكم تديروا السفقات مع دول اخر حي كين بزاف دي الناس اللي نتجو هاد اللقاح علاش بقيتو مع الصين ولا بقيتو مع الهند علاش واش دازت صفق كين العديد والعديد من الاسئلة معرفتش كوني غادي جاوبنا لهاد الاسئلة معرفتش ذاك الوهم اللي كان كيخرجوا وسائل اعلام رسمية وداز في التليفزيون والملك محمد سديس امارة والحكومة والعتماني كان خارج فرحان ووزير صحة توا كان خارج فرحان دابا ما بقي ناش فهمين اش نوقع فينا هما الفلوس بحل اه وزير ديال الصحة دي فضيحة كبيرة وزير صحة ديغنيا مو كان وقال بلي فدل عهد ديالكورونا كيني بزاف وبزاف من الشبهات كدور حول التدبير المال العام ديغنيا مو كان وزير صحة صحة اللي داز من عنده واحد فضيحة اللي كان خدا واحد الاجهزة ديال انهم الكشف عن كورونا كانت هاد الاجهزة كتفوت اه كتفوت اه كتفوت تمن ديالكتر من عشرين مليار وفاش سولوه باقي الحد الان معرفناش توضيح توضيح لاتشي فين ياد الميزان يدي العشرين مليار اللي دازج على الاجهزة اللي كشف كورونا واش شي واحد دار هف جيبو واش خرجت واش قتانيتو هاد الاجهزة معرفت انا المغاربة كيفاش كينساو هادش بزربة واش مكن عرفنا غدي نبغينا نعرفه فقط حق المعلومة ولا حق هاد المبالغ المالية في تتمشي ولا حق في مشات هذيك الصفقات اللي قلتون تومها بالاعلام ديالكم ديال انه خمسة وستين مليون جرعة دارت ودارت صفقة فينا مفلوسة واش هاد عشرين مليار اللي داره وزير صحة واش مشات في جيبو واش مشات في جيبو واش مشات في جيبو وحد اخر واش شريتو الاجهزة كيني بزاف واش نحن بحاجة للاجابة عنها واش حنا تبقى وغير الدوخونا بدك شي ديالكم وفين هما مع الجرائد في نعم شواحد يخرج بالاغ يحترموا فقط الشعب المغربي لي هادي ازياد من اربعة اشهر وانتوما كتبعوا له الواهم وكتقولوا بلي المغاربة ولا المغرب سيكون اول دولة الى اخره كنتمنى من المسؤولين شواحد يخرج المغاربة يشرح لنا هاتشي ولا المسؤول اول في البلاد المالك محمد السادس يخرجوا شي بالاغ من على الديوان الملكي ويشرحوا المغاربة اش نوقع اش نو كنتو تديرو هاد اربع شهور علاش كتقولوني نبي اللي المغرب هو اول دولة والشعب الى اخره في الاخر واللي نعم واللي وحنا اخر دولة وقيلة غنس نو تتلقح العالم كامل عجي نحنا النوبة عن تلقحو كنتمنى ان من هاد المسؤولي يحترموا شوية المغاربة ويخرجوا عندهم الحق في المعلومة عندنا الحق نعرفو اش نو طاري في بلادنا وندوزو للمحور الثاني قبل ما ندخل للمحور الثاني وكيف ما وعدتكم البارح في بوست اللي حتيتو في كميونيتي في يوتيوب تلكم باللي غادي نخبركم بوحد المعلومة اللي غادي تشوفوها من بعد في المستقبل اشنو غادي بدو يديرو قالو غوصل عني من مصدر موطوق وموطوق جدا وماشي غير مصدر واحد ثلاث مصادر موطوقة اكدوا لي نفس المعلومة اللي هي جاوش يوحدين اللي غا نسميوش انشو ما غا تعرفوش كونا ما جاوشنو بغاو يديرو باغين يبدو يأترو على الرأي العام ويبدو يأترو ولا يجمعوا اليوتيوبر ولا كما تنسميهم اللي زن في اليونسوق يجمعوهم ويديرو ليهم واحد التأثير باش هادو بدو يقولو ليهم اشنو شبدو تقولو في مواقع التواصل الشيماعي ولا شبدو تقولو بأعزمبل في يوتيوب الناس جمعوه كورا هwatjährة في الاوروبا وجمعوهوهم و repliesوا شي بدوا تطبق هذه جaln من هجمالجال دنيا يا انا مغنسميش الناس مش كواناو لي اللي تجمعو شنو وقال. علا اخري الري شعب المغربي يتفهم الله جمعوهو في اوروبا و قELLوا ليهم وكانت بغي ان يت desperى einen هجمة على دنيا فليل هي لايقافوا وكونا ما نصوروا من دوالو أشجز الشعب المغلبي ولا يكدرتهم ما ت leverage على شخص واحده اخر يب VieAR هجم covered شخص والشعب المغربي شعبون داكي وكيشوف هنا وكيشوف هنا وعرف في كينا الحقيقة. الوقت كانوا جمعوهم في اوروبا وداروا معهم وحد وحد الاشيماع وباش يبدو جهوهم او ما يسمى بالتأطير. دبا ما بقا تحري باغين يدخلوا وباغين يبدو يقولوا كيف ما يشراوا الجرائد وشراوا بزاف ديالناس في في الاعلام دبا باغين يبدو يشري واليوتيوبر وانتم ما كتشوفوش حال من اليوتيوبر وما زال من البعض غديكون اليوتيوبر غديكون عندهم اكراميات ولا غديتكون عندهم شي حاجة غدتزادة ليهم ولا غديتزادوهم في يوتيوب حيش هما وعدوهم بانهم الى باي اكزمبل تكلمتوا على الدنيا في لالي ولا تكلمتوا على هذا الموضوع اللي غدي نقولوا لكم حنا تكلموا علي وحنا اللي غنوجهوكم رحنا نواعدوكم بان المشاهدات غديتزيد عندكم غديتشرو لكم لابيبليسيتي غديتولي عندكم المشاهدات الى اخرى هادشي اكدوه لي الناس اه في امريكا اه اكدو مصادر موتوقة جدا غديججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج انا فقط بغيت نعلم المشاهدين الكرام وانا متأكدة ان الناس رأدكية وعارفين كيف يدورات شيء غيره شفتوشي واحد زاد وليل فيو من بعد انه فقط يهاجمني انا وليك يهاجم في يوتيوبر وحد اخر عارف ذاك الشخص اصلا بعد دمه ما يتكلمش بشخصه بذاك شي اللي يفكر فيه ولا المساج اللي بغي يوصله هو المغربة ولا الناس اللي يشوفوا فيه هاداك بين قوسين كما تقولوا باعوه ولا اشراوه بمشاهدات ولا بشي بوست ولا فاشغة دخل المغرب انا متأكدة ما غداش نقول لكم سيرو تفرجو فهذا ولا سيرو تفرجو فهذا انتوما تتفرجو فيما بغيتو انتوما ادكياء وعارفين كل واحد واش يتكلم بالصح واش يعطي هادا واش الى اخير انا فقط اوعدتكم ماتيو بغيت نقول لهم كذلك هما كتفرجو فيها دابار ما عندكم متصورو باركا غير دوباب الالكتروني اللي تالقينو عليها كنحط غير بوست فيسبوك في الدقيقة اللي اجيجي خمسين كومنتيغ نفس كومنتيغ تبقى يتعاود الناس هنا في يوتيوب زع ما انا ما تنتصوقش كل واحد عنده حرية التعبير يدير اللي يبغى فقط انا كنقول المشاهدين او فيها اولى الناس اللي كيشوفو انتوما ادكياء وعارفين الناس اللي تكذبو توقعوا هاجمات وهاجمات اللي غادي تكون في المستقبل ضد دنيا في العليم الكتوب من بزاف الاشياء توقعوه انا متوقع اي حاجة من هر فاش دخلت في هادا في هادا شي دا المواقع التواصوله لا في يوتيوب انا تنتوقع اي حاجة منهم دونك توقعوا في المستقبل قريب عدة هاجمات على اليوتيوبر اللي تي هادروا بصوت الحق ولي تي هادروا باسم المواطن المغربي المحقور والمقموع دونك دا بغادي ندوزو للمحور الثالث والاخير الوقت فقط بغيت نوجه رسالة وبغيت نخلي المغاربة يعرفوا باللي نغم المواطن ما تيدروش في تليفزيون لما تيقولوش في اكسرية الجرائد خسكم تعرفوا باللي المعتقلين السياسيين داروا واحد الادراب عن الطعام اللي المدة ديالو 8.40 ساعات داروا ادراب عن الطعام للنتيجة لذلك الشي اللي تعاني ومنه في السجون كيني بزاف دي الناس في السجون انفرادية كيني بزاف دي الناس اللي مكي قدروش يشوفو عائلاتهم كيني بزاف دي الناس اللي كي حدو بوحد المعاملة خيبة بزاف كدلك كيني بزاف دي الناس اللي منهم مراد يجعل وضعية انهم يتسجنوا فقط لأنهم طلبوا بأيكزون بشي سبيطار ولا عبروا على الرأي ديالهم ولا عبروا على الفكر ديالهم هدو المعتقلين السياسيين اللي منهم الناس في حراك الريف كان غادي يكون معهم بتاء الصحة في التوفيق بعشرين ما التوفيق بعشرين ما قدر شي دير الادراب على الطعام لأنهم ريد مرض السكري دون كيني بزاف دي الناس معتقلين سياسيين في المغرب وفي عهد هاد العهد داروا ادراب على الطعام للمدة ديالو كيما كتلكم تميلا وربعين ساعة قالوا آآ قبيلة تنقرأ وشوفت باللي آآ الحكومة المغربية قررت أنها تفرق هاد المعتقلين السياسيين وكل واحد تحطوه في سيجن بوحده واحد تسيفتوه في سيجن هنا وواحد تسيفتوه في سيجن هنا ما تخليهم مش مجموعين كاملين في سيجن واحد جبونس هدا والرد ديال هادك الادراب ليدرشو ما تديرو لا ادراب على الطعام لوله ومعرفتش أنا علاش كان قمعوا الناس ومعرفتش أننا ناخدوا بيدهم ونحاولوا أننا نتقربوا من ولاد بلادنا حيث تبقاهم مغاربة يا معتقالين سياسيين يا حكمتوا عليهم بعشرين عام ما تبقى بحل شي قبر يا شي وحدين خمستاشر عام يا شي وحدين آآ استاشر عام معرفتش أنا واش بغين تقتلوهم في الحياة إلى آخره فينا هو الوطن غافور ورحيم فينا هو التواصل مع الناس فينا هو إلى آخره معرفتش هذا واش عقاب كتزيدو أنكم تعاقبوهم أكتر بأنكم تديروهم ولا تفرقوهم في السجون سان سيرمون معرفتش فين غادين بهذا القمع وبهذا الشي دل النقص دل حقوق الإنسان سيختوف هاد العهد دبا قرأت لكم هيومان ورايت واتش أشنو قالت دغني أغمو على حقوق الإنسان في المغرب خرجات أمنيستي صحفيون بلا حدود صان فرانتيار تام خرجو تيتكلمون تيتكلمون على الأوضاع المزرية التي تعيشها المملكة المغربية من ناحية حقوق الإنسان باش جاوبوا هاد الناس قال لك اللارا هادو دبا هادو حنا يفرش كنتكلمون كيقولوا علينا أنتم ممسيفتين كم جيهات معينة ولا انفصاليين ولا زوجوكي انفصالي جزائري مو يما دك الكتوب كاملي اللي تيقولوه عشنو باش جاوبت الحكومة ديانا ولا باش جاوب وزير حقوق الإنسان ولا الناس المسؤولين على هاد تقارير سوالي كتخرج من أمنيستيش سوالي كتخرج من هيومان ورايت واتش سوالي كتخرج من أجوانا لسان فرانتيار سوالي كتخرج من المؤسسات ولا يشوفوا الحساب بأي أجزمبل الناس الحساب اللي شهر بهم حمزة مون بيبي وحد الآن السيد الحموشي ولا الجهاز دياله ولا البوليس حد الآن بقي معارفين شو كون هو حمزة مون بيبي حمزة مون بيبي اللي حطني في مواقع ديال المواقع الإباحية وشهد الاحترام لحقوق الإنسان يتحدث حمزة من بيبي ستكلم ليكم على التحديد من الحبس والصحفيين يدخلوا للحبس ويكتبوا مقالاتهم بلا ما تكلم لكم على الناس التي تولد في السبيطارات بلا ما تكلم لكم على القمع الذي يعاني به بعض المواطنين المغاربة بلا ما تكلم لكم على السيد الحقوقي ويقول إن تark 있어서 يؤلمون الناس من منه Patterson المجيدين في بلا ما تكن لكم على قمع وال escolatch وهذه الشي wary الذين تروني تقاريريةnels وت پتتقدونون لا يكسبون بنا honeys concert حسنوا من الوضعية الحقوقية في المغرب حاولوا انكم تنقصوا من القمع حاولوا انكم دغنياغمو الجهات الثلاث رفعت بنا دعوة هذه الجهات الثلاث اللي رفعوا علينا دغنياغمو شكايا شكايا عرفت الاسماء شكون كينين فيها تذك المطابلين وغادي نبقتجي معاكم قريبا شكايا شكو اللي دارت ارفعاتهم بهذه الجهات الثلاث معرفت انا كيفاش مؤسسة قدشنا يا مؤسسة دي المحاربة الارهاب غادي ترفع دعوة بدون يا فلالي ولا بعض الناس الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وفاش الناس كيجيوا تكلموا على الحقوق وعلى الحالة المزرية التي تعيشوا على المملكة المغربية من ناحية حقوق الانسان تقول انتم مدعومون انتم من بوليزاريو حاولوا انكم تكلموا باركة غير المغاربة تقولوا ليهم مدعومون وش ليز اوغانيزم انتغناسيونو وش اوغانيزم قدشناوا بحال هيوما نوريتواتش تقولوا باللي رأى مدعومة من طرف جهات معينة معرفت هات السياسة اللي غادين بها ولا المسؤولين فين غادين فين غادين بالشاب المغربية بالنقاح تقولوا باللي شريشو وصلت جرعات الى اخرى من بعد ما كنشوفوه له اتساءل وده بنتو ما كش بغيو تجو تبدو تكذبو على ليز اوغانيزم وتتكذبو ديجا عالمغاربة وتتكذبو تعلها هاد الناس معرفت وين غادين واللي تكلم في المغرب ترفعو بشيكاية معرفتش مع معمني ما شفتش دولة قنتش نايشة ترفع بشيكاية ببيوتوبر غير تتكلم وتتهمى بالسب والقطف انا في عمني سبيت ولا عيرت ولا جبدك حموشي فيش حاجة يكن تكلموا فقط على ما يصيب الدولة وتتكلموا لك النقدو يكن الفصل 25 على ما اعتقد من الدستور المغربي يكفلو حرية التعبير نحن فقط نعبر هاش جاب المؤسسة دي المحاربة الارهاب ومحاربة امن الدولة انها ترفع عليها دعوة فين غادين بهذا الشي فين زمان سنسي ومو معرفتش فين غادين مغرب بهذا النقص دا الحقوق الانسان ولا هاد المبدأ اللي غادين به تلقوا ان شاء الله في الفيديو جاي ما تنسوش تخليوا لي تعاليق ديالكم في الكومنتيغ مع احترام المؤسسات بيانسوق داشتين عار يرفعوا بكم توتو مدعوة يستعليهم الناس اللي كينين في يوتيوب يجيوت الناس المؤلقين تم يرفعوا بهم دعوة دونك ما تنسوش خليوا لي تعاليق ديالكم مع احترام هاد المؤسسات واحترام الاشخاص خليوا تعاليق ديالكم فيما يخص اللقاح اللي اين هو اللقاح اللي بقي مش منه شو صفقة اللي قالوا ديرو كذلك خليوا التعاليق ديالكم فيما يخص هاد حقوق الانسان ولا المعتقالين السياسيين اللي داروا اضراب على الطعام وده بقرج الحكومة المغربية ولا الناس مسؤولين انها تفرقهم في السجون خليوا لي كذلك التعليق ديالكم فيما يخص انهم بدأوا بغاني بدأوا اطروا على المؤترين باش يقولوا ليهم شنو بغانوا تلقى ان شاء الله في الفيديو جايب سلام عليكم بابا